بعد رفض حكومة الاحتلال طلب الولايات المتحدة في الثامن من أيلول المنصر تغيير قواعد الاشتباكي في الضفة الغربية لتجنب إصابة الفلسطينيين والحد من المآسي على حد تعبير واشنطن يخرج المتطرف إتمار بنكفير بتصريحات عنصرية سرعان ما تم تطبيقها على أرض الواقع تتلخص بتخفيض قواعد الاشتباكي بالضفة الغربية ورفع حجم الاغتيالات مائتان وستة عشر شهيداً ارتقوا برصاص الاحتلال منذ بداية العام الحالي عشون شهيداً ارتقوا في شهر تشين الثاني ما بعد انتخابات الكنيسة من بينهم ستة أطفال وفتاة وبمقارنة الشهر ذاته في السنتين الماضيتين نجد أن خمسة شهداء ارتقوا في شهر تشين الثاني العام المنصر وثلاثة في العام 2020 تصعيداً خطيراً في أعداد الشهداء يترافقوا مع الاستهداف المباشر للشبان بإطلاق النار عليهم على الصدر والرأس بهدف القتل الشهيد عمر مناع شهيد مدينة بيت لحم استشد عن سبق إصراراً وترصد نتيجة إصابته بشكل مباشر بأربعة رصاصات العديد من الإصابات إصابة هون في رقبته وثلاثة إصابات في صدره أنا فكرت في البداية جروح لكن لما عملوا له بتعرف التصوير الطبقي وإجراءات الأطباء صارت سألت المختص أحكى لي أنه فيه أربع رصاصات الرصاص مقابل المولتو آخر تصريحات المتطرف إتامار بنكفير عقب توقيعه اتفاقاً ائتلافياً مع رئيس حكومة الاحتلال المكلف بنيمين نتنياهو قبل ثلاثة أسابيع تقريباً بتولي وزارة الأمن الداخلي ما يعني تغيير قواعد الاشتباك في التعامل مع الفلسطينيين؟ الطالب بتخفيفها لاستماح لقوات الاحتلال بإطلاق النار على كل من يحمل زجاجات حارقة وحجارة سرعان ما بدأ الجنود بتطبيقها ليست المرة الأولى التي يتم فيها تغيير قواعد الاشتباك بالضفة الغربية لكنها اليوم تعطي الضوء الأخضر للجنود لاختيال الفلسطينيين دون أي حاجة لتبرير جرائمهم أو محاكمتهم إسرائيل لا تحترم قواعد إطلاق النار التي صدرت عن الأمم المتحدة وحتى لا تحترم قواعد إطلاق النار المعتمدة من قبل قيادة جيش الاحتلال إنما هناك تعليمات مكتوبة صدرت هذا العام لقوات الجيش ويعني لضباطه ولجنوده بالسهداف الفلسطينيين في المناطق العلوية وبأي مناسبة وهذا ما شاهدنا في حوارة هذا ما شاهدنا في مخيم جنين في نابلس في رمالة في الخليل وفي كل محافظات الوطن هناك إطلاق النار القصد منها القتل لكل دولة قواعد الاشتباك الخاصة بها إلا في فلسطين المحتلة فلكل منطقة جغرافية قواعد تختلف عن الأخرى فأسريب العنف وجرائم المحتل بالقدس تختلف عن ما يطبق بالداخل الفلسطيني المحتل أما أخطرها ما يخضع للقوانين العسكرية في الضفة الغربية الأمر الذي يتنافى مع كافة القوانين الدولية من فلسطين المحتلة آية الخطيب رؤيا